اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ننتظر 24 درجة على السحراء الوسطى 28 درجة على الأقصى الجنوب البحر خلال يوم الغد هناك تموج نظراً لانخفاض ضغط الجوال الحوض المتوسط فعليه بحر متعريب كثير الاتراب تقريباً على طول شريط السحلي حتى رياح ستشتت تصل غير 80 كم في الساعة خلال يوم الثلاثة ان شاء الله بعض الأمطار ستخص الواجهة الغربية والوسطى على السوحل وكذلك المرتفعات توصل لهبوب الرياح القوية على الوجهة الشمالية أجواء مشمسة على المناطق الشرقية وكذلك المناطق الجنوبية درجات الحار في استقرار خلال يوم الأربعاء تساقط للأمطار بحول الله على شكل زخات ستخص الواجهة الساحلية ثلوج على المرتفعات الداخل التي زد علوها 900 متر السحب ستمتد إلى عيد شمال الصحراء دائماً هبوب الرياح قوية على الوجهة الساحلية خلال يوم الخميس بحول الله تقص بارد تقريباً على طول على كافة المناطق الشمالية خاصة المرتفعات والهضم مع تساقط لثلوج على المرتفعات الداخلية كذلك أمطار على شكل زخات ترعدية ستخص الواجهة الساحلية أجواء غائمة على شمال الصحراء ومستقرة على الصحراء الوسطى إلى غاية أقصى الجنوب غرب الشمس ليوم الغد على مصر العاصمة سيكون بحول الله في تمام الخامسة وستخمسين دقيقة أشكركم على المتابعة أمسي طيباً للجميع في أمان الله